شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة صباح اليوم حفلة تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية التي تشمل 47 خريجا في تخصصات المجلس سير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية والمجلس سير في حقوق الإنسان والعدالة والذين تعقده الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرس بيلد بالمملكة المتحدة وكان في استقبال معالي لدى وصوله مقر الأكاديمية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد فواز الحسن أمير الأكاديمية وبعد عصف سلام الفريق بدأت مراسم حفلة تخرج على مسرح الأكاديمية حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعم جلالته ورعايته للرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية وأكد معالي الوزير أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمن السيبراني يمثلان إضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة بانطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني بما يقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية منوها إلى دور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية وهنأ معالي الوزير الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي بما من شأنه المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء من جهته ألقاء العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وسقل قدرات الدارسين والمتدربين بها وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العلمي لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم وسراتيجية وزارة الداخلية وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية ببرنامج الماجستير والدراسات الجامعية والدبلوم العالي وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية على نحو يضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات وستراتيجيات قومية ترتكز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ من جهتها ألقى البروفيسور تيم ثورتون نائب رئيس جامعة هرسفيلد كلمة أعربة في بدايتها عن تهنيه للخريجين لفتا إلى بعض الإطروحات المميزة خلال البرنامج مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة والمهارات البرمجة مضيفا أن البرنامجين تطرق كذلك إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على القانون والأمن الرقمي بعد ذلك تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل مهنئا الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج وحفهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن كما ثمن معالي دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج التعليمية والتدريبية متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن موسيقى 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 طبعا برنامج الموجستير في حقوق الإنسان والعدادة أضاف لنا الكثير من الخبرات الأكاديمية والعلمية اللي إن شاء الله في المستقبل راح تفيدنا إذا طبقناها في حياتنا العملية بذن الله أن هذه الفرحة لو توصف فرحة يوم التخريج تخرجنا من قبل الأربع سنين حاليا بالبكالريوس حاليا الحمد لله في شهادة الموجستير طبعا مشارف لنا أكثر أن رعاية الحافل كنت تحت سيدي معالي وزير الداخلية وزارة الداخلية قامت بدورها في توفير كل سبل التعليمية والإثرائية والثقافية في تأهيل القوى البشرية عندها في الوزارة مثل ما نشايف التعاون يصار بين جامعة هدرسيد ووزارة الداخلية في البحرين أثمر عن تخرج 47 طالب في مختلف تخصصات من أمن السبراني وحقوق الإنسان اهتمام وزارة الداخلية أثمر عن تطور القوى البشرية كلها في الوزارة أولا نشكر سيدي معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة على هذه الفرصة التي أتاحت لنا أن نتعلم ونتطور في مستوى التعليمي وبالتالي نعكس إن شاء الله على الميدان العملي وأيضا نشكر أمر الأكاديمية الملكية العميد فواز الحسن على هذه الفرصة وجمت هدرسفيلد على تحتهم هذه الفرصة وتعليمهم لنا ومنحهم شهادة لنا في الأمن السبراني والأدلة الجنائية الحمد لله طبعا وشكر الخالص لسيدي معالي وزير الداخلية وسيدي رئيس الأمن العام والجميع الأعضاء في الهيئة التدريسية وفي الكلية الملكية للشرطة على إعطائنا هذه الفرصة أن نطور من نفسنا ويكون عندنا ناخذ شهادات اليوم ما أقدر أوصف فرحتي بالإنجاز اللي إنجسته من خلال هاي الماسترز بروجرام أتمنى اللي استفدته واللي درسته في هالبروجرام يساعدني ويمنحني أني أتطور في عملي